بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد إلينا سؤال على صفحتنا في دار الإفتاء المصرية يسأل عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل العبادات ولذلك قال رب العزة سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام وفي خصوص الصلاة على النبي في يوم الجمعة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد بليت قال إن الله حرم على الأرض أكل أجسام الأنبياء وبهذا يظهر أن من يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الملائكة تبلغه ويرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام وما أعظم هذا الشرف نسأل الله أن يوفقنا في جمعتنا وفي كل جمعة من جمعاتنا إلى كثرة الصلاة على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته